موسيقى اذا بعدنا مكفين بالمسابقة الوطنية المدرسية اللي بتنظمها سنويا جامعة رفيق الحريري من بعد انتهاء المسابقة الرسمية نحن نعمل مسابقة غير رسمية على التلفزيون واحد الطلاب المتفوقين بيربح بمنحة دراسية كاملة مدفوعة 100% على مدى 3 سنوات وصلنا هلا للمشترك الثامن محمود حامد من سنوية ارنايل الرسمية تفضل محمود مساء الخير ايها الحضور الكريم تحية طيبة وبعد حديث اليوم عن بحر لا يحده اي عمق عن هبة ربانية مباركة انعم الله بها علينا عن بنت عدنانة اتحدث اللغة العربية المباركة فالحمد لله الذي جعلنا من الامة الناتقة بالضب ان للغة العربية ما كانت تقصر عن وصفها العبارات هي الهوية هي الانتماء هي شعار الايمان ولغة القرآن الكريم اختارها الله تعالى وعاء لشريعته ولغة لأفضل رسله فالعناية بها من أفضل القربات والاهتمام بها من أولى الأولويات ولكن للأسف الشديد تواجه لغتنا اليوم مخاطر عديدة تهدد وجودها فهي لم تكن بمنأة عن التطور الرقمي المشهود في مختلف جوانب الحياة حيث فرضت التكنولوجيا سيطرتها وكان للغة العربية نصيب من هذه السيطرة بالإضافة إلى إهمال القيمين عليها وعجزهم عن دفعها في ركاب التطور فإن كان ثمة هرم فإنما هو في الأمة وليس في اللغة فكيف ننهض باللغة العربية ونواجه تحدياتها الجواب بسيط أيها السابة ألا وهو أن نحبها وهذا يأتي في المقام الأول إن الواجب على الجميع أن يحرصوا على إعلاء شأن اللغة العربية بالتحدث بها فيما بينهم دائما وخاصة في المحافل العلمية ومجالس المناقشات ذات الشأن وما بالكم بالإعلام؟ هو صاحب الدور الأهم ويقول عميد اللغة العربية الدكتور طه حسين إن المثقفين الذين لم يتقنوا لغتهم ليسوا ناقصي الثقافة فحسب بل في رجولتهم نقص كبير ومهين أيضا وهلاصة القول أن اللغة العربية هي واجب ومسؤولية منطة بكل واحد منا فليعقل أن نستمع إلى جواهر الأدب العربي وفنونه ونحن جاهلون لغتنا أيها العرب حما معقلكم ربكم من شر تلك النائبات إن يوم تجرح الضاض به هو والله لكم يوم الممات أيها العرب إذا داقت بكم مدن الشرق لهول العاديات فاحذروا فاحذروا أن تغسروا الضاضة ولو دخرجوكم مع هذه الفلوات وشكرا شكرا لك محمود أيها العرب أوية أيها العرب محمود أنت شو عم إدي عمرك هلأ عمر 16 سن 16 وشو عم تدرس عم بدرس لسابل أنا باكوان وإن شاء الله نهوي لما روحت المال إما الاس أو جي اس وشو عبير لك يعني تتخلص إذا فتأل اس إن شاء الله بفوت الطبيب جراح قلب حاوزها في تجي اس إن شاء الله بكون هندسة بترول فوت هندسة بترول أفك يعني عكس بعض وقلبك لشو هيفيف أكتر أكتر شي للطبيب طبيب حلو إن شاء الله دكتور تفضل بي البالك كن سمحت الشيخ عكل الأحوال كمان بس بس تفضل أهلا وسهلا فيك نجوة ضحة من سنوية رفي الحريري تفضلي أنت المشتركة التاسعة معنا جاهزة أكيد طبعا كيف معنوياتي كيف شفت المشتركين له هلأ صراحة كله نمليح كله نمليح اهلا تفضلي مفع شكرا ما أنا قال لك جود لك ما قالنا عين مساء الخير فرح هي طفلة لم تجاوز سابعة من عمرها مصابة من متلازمة داون الذي يعرف في مجتمعنا هذا بالمنغولية تستيقذ كل صباحا على صوت الأطفال وهم يقبلون إلى مدارسهم وهي تحبس دمعة حزن بسبب حرمان فرضه عليها المجتمع لذنب لم تقترفه بنفسها فبأي حق بأي حق نهمش فتاة كأنها غصن يابس وعلى من استقوينا على فتاة ضعيفة ملأنا حياتها بالبؤس والحسرة فرح ذو القلب الحزين الذي لطالما انتظر تحط محاجز التهميش الذي بنيناه مع الأسف بأيدينا تجاه نخبة طيبة من المجتمع فمنهم فلاسفة ومنهم علماء وأدباء فهي ليس فنكرة أو صفحة مطوية في ذاكرة النسيان ففي قلبها قصة إنسان ومن واجب المجتمع أن يعطيها حقها المسلوب ألا وهو العلم وأن نهيئ مدارسنا لاستقبال فرح وأمثالها فهم مهيئون وبشغف لدخول سرح العلم ولكن يا ترى هل نحن مستعدون لاستقبالهم من منا يستطيع أن يدفع عن نفسه مثل هذا البلاء انطرق بابه انظر إلى عينيك اليوم يا فرح لأزيده مع طمأنينة إننا كلنا اليوم هنا لأجلك فقد صدق إجدادنا حين قالوا وكل ذي عاهة زبار وشكران شكرا لك ناجوة شكلك شاطرة بالحفظ بيه أنتو كتبت لحالك هالسبيتش أو كين حدا عم بساعدك من أسجل لا أنا لحالك لحالك وشو عبالك تتخصصي شو بيه كيف تشكت حالك المستقبل أنا بعدني أنه أهلا بك لسجلي حسب الأس أو جي أس حفظ عندي اثنان فيلز يعني هلا بقى البراسة إنجينيرينج أو ما دي السم نعم بس كلكم بتباينوا أكبر من عمركم يعني أنتو بعكوان تقريبا من 16 لرندا شو شايفك عم بتغاري والله خطير والله بنا نجدد هالفريق وكله بيحفظ ماش اوتوكيوب وينه الاوتوكيوب فارجوا أنا مستحق قدامكم فيه اوتوكيوب بوجه هلا نور الموساوي واينا نور من المبرات سنوية الكوسر أهلا وسهلا فيك نور أنت كمان كانت متميزة أنت عالت بالإنجليزي أو بالعربي بالإنجليزي وكان عندك سهولة بالعربي هلا أو إنجليزي أسهل بس وماش الهار وترجمتي أو أكبرت واحد جديد يلا أهلا وسهلا فيك إذا نور المساوي من المبرات سنوية الكوسر مساء الخير لقد أشعل بداخلي نار ثورة عجزت مياه المحيطات عن إطفائها فأضحيت صوتا يهتف باسم الحرية صحيح لم أعد طفلته المدللة ولكنني سأبقى صوتا لا صدى عنوانا انتفاضة لا يمحى وغصنا صلبا لا يكسر علمني أن أعتز بحريتي وأن لا أمشي وراء التيارات والركب فأسماني نورا لا نعكاسا ولا بصيص واليوم يا أبي اعذرني لأنني لا أتكلم عنك فقط بل عن لبنان أيضا إذ احتل حال العالم تفكيري وتبعت رحبل أفكاري فبدت سجينة دهر أصبحت فيه حريتي عاري وعندما جف حبر البراءة راحوا يكتبون بدمي الأبرياء أهذا البهاء أهذا السناء إلا أنني كلما يأست من هذا الواقع المريري استذكرت صوتك استذكرت صوتك يهمس بأذني ثوري على الظلم يا ابنتي واحرقي تواكلهم بنار ثواري وأوصلي وأوصلي صوت الحق إلى مخابئهم ولو بعودت بعد البحاري شكرا شكرا لقالك نور يعطيك العافية بتعرفي حالك وين راح تكوني بعد سنتين ثلاثة ليجي معه شو الإختصاص إن شاء الله أريتشيو اه عبالك بالله اه وشو الإختصاص بعالي ما قررت وهلا عبالك انت أخدتشي الجايكة الخمسين بالمية يعني عندك عكد لحوة الخمسين بالمية هلا فيك تفضلي فيك هلا دوبليون يعني تربحي القصة إن شاء الله ثمينة بالمية عبالك كتير أكيد هلا خلصوا لازم اتزاكع وأعلن النتيجة هلا بس غير إنو عم بتطلع بوجوهكن وعملية إنو الكل بستاهل بس خليني يعني ما بدي استعجل بدي أخد أخد وقته عنجاتش كتير صعب لأنه صاح الخيارك كل حيكون صعب عليك متعلقين كانوا أحسن بكتير من أداءهم بالجامعة يعني نور كانت كتير منيحة نجوة كتير منيحة محمود جاهز يعني اللي يبلش يزيع النشرة عبير روان وبيترا وجانا وديانا وكريستين كريستينا عجاد صعب خيار صعب هلا هن كل واحد عنده اختصاص بعض الاختصاصات يمكن ما تكون موجودة بالجامعة مشان هيك قلت يعني إذا اختصاص نصلا مش موجودة بالجامعة ممكن ما فكر فيه هلا شو الاختصاصات اللي عندكن ايها كجامعة او كوليج اوف ارتس لا لا كجامعة بشكل عام احنا لأنه فن الخطابة وهي الكمبيتشن انطلقت من الكوليج اوف ارتس من كليت الأدب والإنسانيات عنا بس انتو بعد ما عندكن طب هلا طب لا طب الجامعة كله ما فيه اختصاص طب نعم شو الاختصاصات عنا فيه بالكوليج اوف ارتس جورناليزم الاعلام نعم واللغة الإنجليزية وعنا كمان التربية تربية تربية من جامعة رفيق الحريرة ما الي قلب لايكو شو راح اجل الموضوع على جامعة الجاة ابعتولي فيديو ابعتولي فيديو عالتليفون صوروا حالكم وقولولي ليه بتعتقدوا انتو لازم تربحوا هيدا الجايزة بريكو بنرجعو من بعد الممثلة تقل شامعون وفيل مورين بلطول سير مستمر معكم بعد الاعلام اشتركوا في القناة